بقريتي فجل عليق ووض البيض بإقليم وزانة يستفيد أطفال تتراوح عمارهم بين 4 و 6 سنوات من خدمة التعليم الأولي المجاني ضمن حجرات مجهزة حرصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على إنجازها ضمن المشاريع المبرمجة في مرحلتها الأولى التي انطلقت سنة 2019 وتحرص المربيات على تلقين الأطفال المبادئ التربوية التي ستمكنهم من شق مصارهم الدراسي بنجاح تعلمنا كيف نتعامل مع الطفل الصغير دو 4 سنوات دو 5 سنوات وطريقة العمل معهم بحكم أن الأطفال يعجبهم أن اللعب هو الحاجة الممتعة على الطفل هو اللعب استخدمنا هذا اللعب في إطار أن نعلمهم مجموعة من الأشياء التي هي مهمة ويجعلهم أطفال أسوياء وكذلك ندمجوا داخل المجتمع خدمة التعليم الأولي التي يستفيد منها الأطفال في القرى النائية بإقليم وزان هي ثمرة لجهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مجموعة من المشاريع المنجزة بالجماعة التربية المكونة للإقليم مع الارتكاز على مبادئ العدالة المجالية الحمد لله هذا المحور للتعليم الأولي يعني إلقى واحد النجاح واحد التجربة التي كانت رائدة على المستوى الإقليم وعلى المستوى الوطني يحتدى بها على المستوى الوطني بسفعة عامة وكذلك من خلال الإشارة أن المبادرة الوطنية قامت بعمل تهيئة وكذلك الإحداث ومسألة التدبير كذلك عملية التسير ودير هذه الوحدة التعليم الأولي وشكلت الجهود المبدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعة قوية لقطاع التعليم الأولي على مستوى الإقليم بغية تعميم هذه الخدمة على كافة الضواوير والتجمعات السكانية تم إحداث 456 قسم للتعليم الأولي منها 140 قسم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم خلال هذه العملية تدخل في هذه العملية تجهيز وتسير وتكوين المربية والمربيين حيث تم تكوين أزيد 149 مربية ومربي منهم 140 مربية المربية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تصهر المؤسسة على تكوين المربية والمربيين تكوين جهيد وحدي وتتواصل جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم وزان خلال السنوات المقبلة وفق فلسفة تقوم على بناء الرأس مال البشري للأجيال الصعيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر